اهلا بكم كانت الركاز الرئيسة لهذه العملية السياسية التي تأسست في العام 2003 حقيقة خروج العراق من مربع العام 2003 هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية ما الذي يقصده شركاء العملية السياسية من تعهداتهم المكررة والمتكررة بعدم اعادة العراق الى المربع السياسي الاول ولماذا تظهر مثل هذه التعهدات كلما ضاق الخناق على اقطاب العملية السياسية وحشروا شعبيا في زاوية ضيقة وهل التعهد بعدم الرجوع الى مربع العام 2003 السياسي يمثل اعترافا ضمنيا بمسؤولية حقبة التأسيس عن الكوارث الحالية في العراق الجديد وهل ثمت معطيات عملية راهنة تظهر جدية شركاء العملية السياسية بعدم السماح بالعودة الى مربع حقبة الغزو الامريكي ومشروعه السياسي في العام 2003 ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني عبد الوهاب القصة من الواضح ان العملية السياسية في العراق قد بلغت مداخا وهي في طريقها الى مزيد من التعقيد والتأزيم ليس بين قوه الرئيسة فقط وانما بين تلك القوة والشعب العراقي الذي بات على قناعة راسخة ان العملية السياسية عاجزة تماما عن الخروج من مربعها الاول حينما صممها الامريكيون في عام 2003 كانت انتخابات الثاني عشر من ايار الماضي القشة التي قسمت ظهر هذه العملية عندما رفض اكثر من 80% من الشعب العراقي المشاركة في هذه الانتخابات تغير المزاج الشعبي والعراقي تغييرا كبيرا الذي يبدو انه قد نفض يديه من هذه العملية وطبقتها السياسية بسبب الفساد والاخفاق الحكومي على كل المستويات كما ان العراقيين صاروا يشعرون بالقرف من النغمة الطائفية والعرقية التي دأب على عصبها ارباب العملية السياسية منذ اليوم الاول لولادة هذه العملية ادرك ايران وامريكا ان انهيار هذه العملية سيقوض نفوذهم الكبير في العراق الجديد ومن اجل الحيلولة دون هذا الانهيار حضر كل من قاسم سليماني والمبعوث الامريكي بريت ماكورغ الى بغداد للبحث عن مخرج ليس لازمة تشكيل الحكومة فقط وانما ايضا للانسداد السياسي الذي وصلت اليه العملية السياسية التي تلقت الضربة الشعبية الثانية المتمثلة بتفجر التظاهرات الشعبية الساخطة في جنوب العراق عادت وجوه العملية السياسية نفسها الى تصدر المشهد السياسي من جديد مع بعض التغييرات الشكلية لتكون الحكومة الجديدة نسخة مكررة من الحكومات السابقة تهيمن عليها الاحزاب الطائفية والميليشيات وهو ما يعني ان العملية السياسية في العراق ما زالت فعلا في مربعها الاول حتى وان قيل غير ذلك اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في حقيقة خروج العراق او العملية السياسية من مربعها السياسي والامن الاول الذي تأسس في العام 2003 ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين سيكون معنا من واشنطن عبر الهاتف الدكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة مرحبا بيضيوف الكرام جميعا لو بدأنا مع الدكتور القصاب في واشنطن مساء الخير اولا دكتور عبد الوهاب القصاب هناك تعهدات متكررة مرحبا متكررة من شركاء العملية السياسية بمناسبة وغير مناسبة بعدم السماح او بعدم العودة الى المربع السياسي في العام 2003 لن يعود العراق لن يسمح بالعودة الى هذا المربع لماذا هذه التعهدات هل تمت مخاوف مخاوف شركاء العملية السياسية ام هو خطاب ايضا ربما تطميني للرأي العام في العراق يعني في واقع الحال النتيجة هي واحدة اذا كانت تطمينيا او ان شركاء العملية السياسية تطبقوا على ان يقولوا واقع الحال ان العراق لم يغادر هذا المربع الاول منذ 2003 وانا اتصور بما اذا بقف يعني ظلت هذه الوجوب هي من يسيطر على العملية السياسية العرجاء في العراق لن يغادر هذا المربع نهاي الوضع في العراق هو وضع مرتبس القلة الحاكمة التي لم تنتخد الا منذ 17% من مجموع السكان مع تجوير هائج مختلفة ومقتنة على نفسها كلهم يريد ان يستحول على السلطة بمشتجيه ورأينا كيف استحتل حجب التعوى الذي يريد ان يهيمن على السلطة الى معلاني هي العراق ومع يعني عامده مؤخرا من محاولة جمح الغريمين نوري المالكي وحيدر العبادي في محاولة التي استحول على السلطة مرة اخرى لانها عملية مغادرة في السلطة ستبتع الكبير من الملفات عليه وعلى اعضاء ولذلك انا اعتقد لان الاملية السياسية لا زالت براوحة مكانية ليس هناك امكانية للانطلاق لسبب بسيط انهم ليست لم تعد مالكة امكانية للشعب العراقي الجريم ان يعظر عن نفسه بشكل واضح والصراحة والصرية وان يقصد باختار ممثلي بشفافية وبصرية العملية السياسية مصممة على ان لا سكيح للشعب العراقي ان يقوم بعمل من هذا القبيل ويحاول ان يخدم من يمثله حقا وفعلا الى الوجهة السماهية طردت في السارع في صاحب وفي صاحب وفي صاحب وفي صاحب وفي صاحب وفي صاحب واعلنت وتضرقت من الوجهة التي تجدر على حالي لم نكن لهذا الصوت العالي اصدر في عملية تقاف مغناء وفي صاحب نعم اذا كانت العملية السياسية مصممة بالاساس وفق الاسس والركائز التي جرت عام 2003 والشركاء العملية السياسية ليس بمقدورهم ولا يستطيع ان يتركوا او ينبذوا هذه الاسس والركائز ولا حتى الراعيين للعملية السياسية خاصة امريكا وطبعا ايران لماذا هذا التعهد المكرر لن نعود الى المربع الاول لماذا هذا التكرار هذا الخطاب السياسي الاعلامي المكرر الواضح لكم محاولة للتماغي مع طلبات الجماهير ومحاولة لتخزير الناس لان الذي تقابل الايام هو افضل من ما كان وان شعرات الآذات الاخرى لكن وقع الحال ان المحافظة لا جابة تحديد التحليقات وان طابت طائفي واضح كان هناك الرسول المشاهد صاحبه اعلى واضح جدا ولا أظهر أن من كان يقسم العراقيين إلى قسمين ويضع أحدهما مقابل آخر أن يأتي ويلبطوا لبوسا آخر لا راعد حتى ولا لو نضع فيه فيه الحقيقة هي در رماد في العيون ليس أخر هل هذا يعني أن شركاء العملية السياسية الآن أدركوا أن هناك سخطا ونقمة شعبية وتحميل الرأي العام يحمل العملية السياسية وهذا المشروع السياسي الذي تأسس على المحاصصة العرقية والطائفية يحمله كامل المسؤولية عما آل إليه الوضع في العراق هذا الوضع الذي يشهد انحطاطا على كل المستويات وبالتالي يريد أن يسوق الشركاء أن تلك الحقبة لن تعود ولا نعود إليها هل هم أدركوا أن الآن الرأي العام يحمل هذه الأسس أو الركائز التي قامت عليه العملية السياسية المسؤولية كاملة إدراك منهم بالتأكيد للأسس أو المواجهة لي بالتأكيد الزعب العراقي للجماهير أضروا عن رأيهم مرة ثانية وبشكل دائما المرة الأولى عندما قطعوا الانتخابات بشكل واسع النقاط حوالي 80% من الناس سنذهبوا إلى الانتخابات والمرة الثانية هو عندما قرجوا إلى الشارع لمحتلة المحافظات وبالتأكس لتحقيق المحافظات طيب دكتور إذا كان ثمت إدراك اسمح لي إذا كان ثمت إدراك من أصحاب العملية السياسية لهذه الحقيقة لحقيقة الرأي العام في العراق رأية وموقفة من العملية السياسية من أسسها لماذا لا تكون هناك مراجعة موضوعية ونقدية لهذه العملية ولأسسها على الأقل لتدارك ما يمكن تدارك والشروع بعملية إصلاح إذا كان ذاك متاحا ما الذي يقيد أيدي الشركاء من إجراء هذه المراجعة النقدية العراب العراب الإيراني الذي يتجول لفرصة الزباط الذي يبغض على هذا ويغري ذا ونعطيه للعملية السياسية والتماح لأصوات إيراقية شريفة بستعود إلى منصة الحكومة يعني قطع الطريق على الجار الشرطي الذي عادت لفرصة لفرصة الذي هو واحد هو المحتل سببا رئيسيا من أجلات التي أودت بالإراق إلى هذا المستوى الحقيقة أن هؤلاء أربا بإخصارهم الحاليين ليس لديهم أي قدرة على المناورة خارج الإطار المسؤوم بالنسبة لهم من أجل الولي الذي يمثل المهجنة والمسيطر عليهم ويستعود هذه الأشخاص شكرا لدكتور عبدالوهاب حصاد كان العراق داخل الاحتلال وشكلت أول حكومة شكل مجلس الحكوم الاحتلال الأمريكي موجود قالوا أن المربع الأول مثل ما تشاهدون فوضى سياسية فوضى أمنية فوضى اقتصادية فوضى اجتماعية هذه الفوضى لن تستمر هكذا قالوا كل هذه الوجوه السياسية اللي تتحدث الانديبندية البريطانية قبل يومين كانت تحدث عن الوضع السياسي في العراق كانت تقول أنه من 15 سنة لحد الآن العراق بلد غريب يعيد انتاج نفس الوجوه بنفس الأسماء مهما كان تاريخها ملطخ بالفشل والفساد والقراب فكل الوجوه نفسها من 15 سنة هي نفسها اللي تحدثت هذا الموضوع قالوا هذا المربع لن يستمر لأنه هذا العراق الجديد ونحن ذاهبون إلى الازدهار إلى العراق المزدهر إلى الجديد إلى الشكل الجديد والعراق المتطور والأمريكان كانوا يعني قوة الاحتلال الأمريكية كانت والإدارة الأمريكية أيضا تروج لهذا الموضوع أنه العراق ذاهب إلى طيب حتى في عام 2008 كان المالكي بعد دورة ثانية تعهد أنه المرحلة القادمة هي مرحلة التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي وما لذلك إذن هذه مواصفات المربع الأول فوضى سياسية فوضى اجتماعية فوضى اقتصادية فوضى أمنية خراب دمار ماكو مؤسسات الدولة مفقودة هيبة الحكومة غير موجودة سيادة منقوصة غير موجودة استقلال العراق غير ناجس بعد 15 سنة من الحديث عن هذا المربع يتحدثون عن انتقنا إلى مربع آخر ولا يمكن أن نعود إلى هذا المربع هل فعلا سؤال هنا يطرح نفسه أن العراق خرج من هذا المربع إلى مربع آخر إلى فضاء آخر تخلص من كل هذه الأمراض من كل هذه الفوضى الحقيقة بعد 15 سنة العراق في ذات المربع كيف؟ لم يغادر هذا المربع ما زالت الفوضى السياسية مثل ما هي والدليل إنما يجري اليوم من ما يسمى بالانتخابات لحد الآن انتخابات أكثر من 80% من الشعب العراقي لم يشارك بها الشعب رافض هذه الانتخابات نحو 20 مليون من المسموح لهم أن ينتقبون 24 مليون أكثر من 20 مليون لم يشاركوا اتخذوا قرارا بمقاطعة هذه الانتخابات اللي شارك بها قوى أمنية وقوى حزبية هي الداخلة بالعملية السياسية لكن مضت في طريقها ومن لحظة هذه ما سمي بالانتخابات انتها هذه الانتخابات إلى الآن مضت أربع وخمسة أشهر ما زالت الحكومة لم تشكل برلمان شكله بشراء المناصب الفوضى عاري وسياسيا لا تعرف إلى أين يتجه العراق ما هو شكل العراق الجديد كيف يمضي العراق إذن نحن في فوضى سياسية ما زالت مثل ما كان عام 2003 فوضى أمنية وما زال العراق مخترقا ويوميا قتل وذبح وعشائر تقاتل ولديها أسلحة ثقيلة وعصابات وميليشيات وخراب عام وهي المسيطرة على الدولة والآن الوضع تطور أكثر عن عام 2003 الآن لدينا تنظيمات ميليشياوية هي مسيطرة على الدولة الآن وتتصرف بغير شكل فالآن الوضع أسوأ اقتصاديا العراق ما زال بلدا ريعيا ما زال يعتمد على النفط تأتي أموال النفط وتذهب إلى عجلة الفساد والخراب نفسه مثل ما كان اجتماعيا المجتمع تمزق أكثر مهاجرين حجرة أكثر من أربع إلى خمس ملايين أمراض اجتماعية مختلفة انتحار طلاق نازحين بالملايين مدم كاملة تدمرت بلد تظاهرات تخرج يوميا تنادي بإزاحة هذه وآخرها التظاهرات التي خرجت في البصرة واجهها أيضا بالحديد والنار ومثلما فعلوا في بغداد وفي الرمادي وفي صلاح الدين وفي كل المدن العراقية هذا بالمجمل الوضع العراقي أريد أن أجيب من خلال رسالة أوجهها ربما الإجابة ستكون شافية عن الموضوع الذي طرحته حضرتك رسالة أوجهها عدل عبد المهدي واحد من هذه الوجوه التي أتشارت لها الاندبيندد هذه الوجوه التي تعيد هذه العجلة بالعراق إنتاجها سنة بعد سنة طوال قمسطعة سنة رغم الخراب وجه رسالة اسمه طرحه على أنه هو المرشح الأوفر حضل لتولي رئاسة الوزراء في العراق وكثيرين طبلوا لهذه القضية ووجه رسالة هو هل الرسالة يقصد منها الاعتذار على المنصب أم يقصد أنه يجب أن يوافقوا على هذه الشروط هل هي شروط له يجب أن يوافقوا عليها لكي يطلقوا يده في الحكم أريد أن أقرأ بشكل سريع أهم النقاط التي وردت في هذه الرسالة وسنعرف أن العراق هل غادر المربع الأول أم ما زاله لأنه هذه لأنه هذه النقاط يقولها شخص منهم من العملية السياسية واحد من أبرز قادته يقول أنه أنا يعني ما أقدر أستلم هذا المنصب رئيس الوزراء لأن كل القوى السياسية العاملة في الصحة ستعارض أي سياسة الخروج من سياسة الاقتصاد الريعي في المربع الأول كنا معتمدين على الاقتصاد الريعي وليس لدينا لا زراعة ولا صناعة ولا كل شيء يقول سيعارضون إذن نحن في الاقتصاد الريعي ما زلنا إذن نحن في المربع الأول يقول ستعارض كل القوى الخطط التي تقف ضد الفساد وبخاصة فساد المنظومة التي تسمح للناس والأشخاص أن يفسدوا وأن يتغولوا نحن في المربع الأول الفساد والخراب والنهب ما زال قائما يقول ستعارض كل القوى أيضا أن يكون القرار بيد الحكومة ومؤسساتها وليس بيد الأحزاب والشخصيات إذن القرار بيد من؟ بالشخصيات والأحزاب والقوى يقول ستعارض التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات نعم أهم نقطة هم يقالوا أنه نحن جئنا سوينا الآن سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية منفصلة عن بعضها وهذا يأتي واحد من قادتهم يقول هذه هي من منفصلة عن بعضها وما زالت من بديهيات الحياة الديمقراطية الفصل فصل السلطات نعم سيعارضون يقول الحكم ستعارض أن تكون الحكومة هي الحاكم الفعلي وليس الحشد أو البيشمرقة أو غيرهم نعم إذن بيد من الحكم إذن نحن في المربع الأول سيعارضون سيطرة الدولة على المنافذ منافذ الكثير من المنافذ لأنها إمارات خاصة لهم إذن هذه الأحزاب وهذه القوى الميليشياوية هي التي تتحكم مع عصاباتها تتحكم بالدولة وهذا معترض بأيضا حاكم الزامن رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في قضية المخدرات النقطة الأخرى يقول سيعارضون تسوية الكثير من القضايا القضائية وبخاصة ما يتعلق بالمعتقلين وحقوق الإنسان إذن لدينا معتقلين وحقوق الإنسان ونحن لازلنا في المربع الأول على حقوق الإنسان ولم يتطور العراق ولا ديمقراطية ولا هذا الكذبة الكبيرة سيعارضون منع العشائر من ممارسة دور الحكم في الدولة واستخدام السلاح والتهديد به العشائر تهدد وتستخدم السلاح وهذه فعلا موجودة الآن وقتال بين العشائر إذا بقضيقة لا تستطيع الدولة أن تفعل شيء والدولة غير موجودة سيعارضون هذه النقطة الأخير ربما سيعارضون توجهات السياسة الخاصة هنا وهناك السياسة الخارجية لأن كل هذه الأحزاب والقوة هي التي ترسم السياسات الخاصة وهي التي تؤمر برسم السياسة الخارجية إذن نحن ما زلنا في المربع الأول وأضيف إلى ذلك إذا كان المربع الأول يقصدون أن الاحتلال الأمريكي كان جاثما على أرض العراق هو ما زال موجود في أرض العراق إضافة إلى الاحتلال الإيراني الآن لدينا احتلال مركب إيراني وأمريكي نعم وقوة كثيرة وسيادة العراق ما زالت غير كاملة واستقلالها غير كامل إذن نحن ما زلنا في المربع الأول دكتور عبد الحميد هذا المربع الأول المخيف المرعب هذا المربع الأول الذي في كل مرة يتعهد شركاء العملية السياسية أنهم لن يرجعوا ولن يرجعوا البلد إلى هذا المربع لكن عمليا هم متمسكون بأسس وقواعد وضوابط هذا المربع الأول إذا كان مخيف وكارثي لماذا التشبث بهذه الأسس بالقواعد التي وجدت أثناء تصميم العملية السياسية عام 2003 بداية تحية لك ولي جميع المشاهدين سامحنا تأخر عليك لا أبدا وأحيي الأستاذ عبد الوهاب الجواب الشافي والفافي الذي ذكره قبل قليل دكتور رافع في تفصيل هذا المربع الأول بل الشعب العراقي اليوم يتمنى ذلك المربع الأول لأنه الخدمات في أول الاحتلال على الأقل كانت توجد لا تزال توجد بنية تحتية يستطيع الناس أنه تتحقق لهم بعض المصالح وبعض الخدمات لذا ما المقصود حقيقة إذن بالمربع الأول الذي يخافه السياسيون المربع الأول الذي يخافه السياسيون ليس ليس ما يتعلق بالبلد بالعراق بل المربع الأول هو لا يزالون إلى الآن في المربع الأول حينما جاء الاحتلال لم يحصلوا على هذه المناصب بعد لأنه كانت عبارة عن وعود فقط من قبل الاحتلال الأمريكي في حينها هنا لا نتحدث عن واقع منفصل جاء أو حصل اليوم بل هذا هو مرتبط لهذه الأحزاب منذ قبل الاحتلال حينما وافقت هذه الأحزاب التي هي نفس الوجوه نفس الأحزاب الرئيسية التي هيئت للاحتلال قبله قبل وقوعه ووافقت بما يسمى كان في حينها مؤتمرات المعارضة في لندن وفي صلاح الدين وفي غيرها وتآمرت على العراق هو كانت وعود من قبل أمريكا لهذه الوجود لهذه الكتل السياسية في حينها كان هناك بدأ الاحتلال كان مربعا أولا بأنه لم يسلم هؤلاء الساس المناصب حقيقة فلذا بعد ذلك حدثت المفاصل السياسية العملية السياسية الأخرى التي هي مسرحيات الانتخابات في أكثر من دورة فضمنوا هؤلاء عدد كبير منهم الكتل الرئيسية لهذه المناصب بداية من مجلس الحكم وما تلاها بعد ذلك فهم إذن يخشون العودة إلى ذهاب المناصب منهم فهم يتحدثون عن مصالحهم ولا يتحدثون عن العراق وإلا فإن واقع العراق اليوم هو أسوأ مما سبق كما ذكر الدكتور قبل قليل وقد تحدثنا في أكثر من حلقة عن إحصائيات في الكثير من مفاصل الحياة العراقية قل في التعليم ما قل قل في الصحة خدمات الاجتماعية العلاقات الاجتماعية كل المرافق أو مجالات الحياة في العراق اليوم هي معطلة بل أصبح التغول للفساد هو المسيطر وأصبح الإنفلات الأمني هو الشائع وهذا الذي نتحدث به بالمناسبة لا نتحدث به من فراغ وليس بعيدا عن حديث هؤلاء السياسيين الذين يعترفون بهذه الأمور بالمحاصصات بالفساد بأنه ضياع مديونية العراق وغيرها وفضلا عنهم طبعا اليوم هناك شيء جديد وهو أن أبناء العراقي عموم الشارع العراقي قد بات مدركا لهذه الحقيقة ومميزا لها ومشخصا لها ويعرف أن الحل هو ليس بإبدال هذه الوجوه ولا تنطلي عليه هذه الخدعة المربع الأول والتهديد بها لأنه هي قضية هذه باتت لافتات يستخدمها هؤلاء السياسيون للحفاظ على مناصبهم وعدم ضياعها منهم إلى آخر نعم سنتحدث طبعا ما بعد الفاصل عن ملمح آخر من ملامح المربع الأول أو حقبة المربع الأول حقبة السياسية عام 2003 وهو التدخلات الخارجية في المشهد السياسي العراقي وأيضا تدخلات المرجعية الدينية تدخلت بدعم قوائم هنا وهناك ولنرى هل الحال استمر أيضا في هذه المرحلة أم فعلا قد تغير إذن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في الستوديو في حقيقة خروج العراق أو مغادرة العراق للمربع الأول الذي شهد لتأسيس العملية السياسية عام 2003 وثلاثة يبقوا معنا مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في حقيقة مغادرة العراق للمربع الأول مربع العام 2003 ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني وكان معنا طبعا قبل أن يغادرنا دكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي لأبحاث ودراسات السياسة دكتور رافع الفلاحي معظم شركاء العملية السياسية الآن يتحدثون عند حديثهم عن تشكيل الحكومة الجديدة ورئيسة يتحدثون عن ما يسمون اشتراطات ومواصفات وقواعد وضوابط التي وضعتها المرجعية في من يترشح أو يتولى رئاسة الحكومة الجديدة في العراق وهذا كان من ملامح أيضا المربع الأول أن المرجعية تدخلت بدعم قوائم هنا وهناك ودعم أحزاب وأيضا مرشحين ما الذي تغير خلال 15 سنة؟ هل نحن فعلا غادرنا المربع الأول؟ الآن المرجعية تشترط وتضع شروط أيضا لمن يتولى هذا المنصر سيد ماجد الكل بات يدرك يعني خلال التظاهرات من خلال آراء الشعب من خلال المقاطعة يعني قرار المقاطعة لاتخذه الشعب في عدم المشاركة بالانتخابات الأخيرة ما يسمي بالانتخابات الأخيرة الشعب العراقي وجه صبع الاتهام إلى النظام السياسي كونه هو المسؤول عن كل هذا الخراب الذي حل بالعراق ولا بيستثني أحد لم يستثني كل القوى وآلية والإطار الذي يتحركون داخله وهذا الإطار مشكل ويستني إلى دستور مشكل وفق نظامين نظام محاصصة وزع المناصب بين الشيعة والسنة والأكراد ونظام آخر وزع الحصص بين أحزاب السلطة لتوزيع الحصص نظام محاصصة أيضا بين الأحزاب وزع لهم الحصص في كل واحد نظام تحاصص متداخل أو مركب نعم الكل أدرك أنه كارثة العراق في هذا هم في عام 2003 قالوا ونحن جايين على العراق جديد ونحن مظلومين وجئنا من أجل المظلومية وجئنا من أجل رفع الظلم عن هذا الشعب وتنوير هذا الشعب وفتح الآفاق وفتح الأبواب والشبابي وأن العراق جديد ومش صورة وردية والأمريكان كانوا يغردون في هذا الموضوع وكل الدول التي تخافوا الهراوة الأمريكية كانت تغني وتنشد الأناشيد يعني بحمد هذا النظام الجديد الذي سيكون مثالا للعالم وإذا بعد 15 سنة نحن العراق في قعر الهاوية ما هو السبب؟ من المسؤول؟ الشعب شخص هذا النظام المحاصصي اللي يستند إلى دستور مبني على أساس المكونات والمحاصصات وليس على أساس المواطنة لابد أن المرجعية رغم أن هي اللي أيدت هذه الأحزاب الطائفية وأيدت هذه المحاصصة من البداية وإلا ما كان دعت في عام 2005 يذهبوا للانتخابات واللي ما يذهب للانتخابات حتى زوجتها لبعض منهم أصدر فتوة زوجتها ستكون طالق من عنده روحوا إلى هذه الانتخابات وانتخبوا قوائم بعينها لأنه هذا بمستقبل العراق وقبلها قالت اذهبوا إلى استفتاء للدستور ووافقوا على الدستور هذا لأنه هذا الدستور بحياتكم وبيبنائكم الآن بعد 15 سنة تعود المرجعية لتتهم أنه سبب من هذا الموضوع لا ترعودوا للمحاصصة إذن المحاصصة هي الأساس بدأت تتناغم مع الشعب تغازل الشعب تغازل الشارع تقول هي تعرف إن كانت لا تعرف فهي جاهلة بالسياسة وعليها كانت لا تتدخل بالسياسة وتبقى في شؤونها الخاصة لكن هي من البداية من عام 2003 كان لها رأيا سياسيا والكل يقول اللي لم توافق المرجعية لا يمكن أن نتقدم والكل كان يذهب لأخذ مباركة المرجعي وموافقتها على كل خطواته والآن يقولون إنه فلان لن نتخبه وفلان لن نتخبه لأن المرجعية لا توفق عليه والمرجعية تتحدث إنه المحاصصة يجب التخلص من عده إذن هل نفهم من هذا إن المرجعية الدينية الآن هي ضد العملية السياسية؟ ما هي العملية السياسية؟ مبنية هذه العملية السياسية التي أؤسست مبنية على المحاصصة محاصصة طائفية إثنية توزع المناصب بين الشيعة والسنة والأكراد وكل من حصته وبعدين الأحزاب توسع حصصة فيما بينها هذه هي العملية السياسية والدستور يقول هكذا إذا كانت المرجعية الدينية الآن ترفض ومن يرفض أيضاً يكون قوى أيضاً تتحدث إنه ضد المحاصصة نحن إذن كل هذه القوى هم ضد العملية السياسية طيب كيف يشتركون وكيف يباركون العملية السياسية إذا كانوا ضد العملية السياسية؟ ليعلنونها أنهم ضد العملية السياسية أما أن يتحدث بهذه الطريقة لا تقوموا بالمحاصصة كيف تمضي العملية السياسية هذه إذن ستسقط العملية السياسية إذن مطالب الشعب يسقط هذه العملية عندما تسقط هذه العملية السياسة نحتاج إلى نظام جديد إلى إطار جديد ما هو هذا الإطار الجديد على الشعب هذه الكتلة الأكبر اللي رفضت أن تؤسس هذا الإطار الجديد وهذا إطار وطني غير شكل إذن كل هؤلاء سيكنسون وسيحاسبون لأن يخربوا البلد ودفعوا إلى قاع الخراب وقاع الغاوية إذن بالتالي كل هذا النظام المبني سواء لتحدث عن المرجعي هي ضد الآن عليها أن تعلن نحن ضد العملية السياسية ضد هذه المحاصصة لا يمكن المضي بهذه الطريقة ونسأل دكتور عبد الحميد العاني مع كل هذا الحصيل أو الحصاظ المر للعملية السياسية التي جرت في العراق لماذا المرجعية الدينية التي تتدخل في قضية دعم قائمة أو وضع مواصفات لرئيس الحكومة لا تظهر أو لا تقدم موقفاً موضوعياً على الأقل من هذه العملية تدعو إلى إلغائها إلى عارة النظر فيها لماذا التشبث بهذه العملية وإن كان من طرف خفي ليس علناً يعني للأسف هنا نحن كما بيّن الدكتور قبل قليل هذا الموقف حقيقة هو متناغم مع هذه العملية بل كل الموقف السابقة كرس الأثبات وإبقاءها والمحافظة عليها وترسيخ هذه العملية السياسية بهذه الفتاوى وبالسكوت عليها وهنا يوجد قاعدة عندنا قاعدة فقهية وقاعدة قانونية أنه أي مشاركة هنا أو المساهمة في هذه الأمور هو يتحمل وزر نتائجها العملية السياسية هذه المحاصصة والإطار هذا العملية السياسية وكانت المظلة التي منها انطلق هؤلاء الفاسدون لمعارسة فسادهم ولظلمهم كل النتائج الآن التي حصلت للشعب العراقي هي من تخرجت من تحت هذه المظلة لذلك كل من شارك بهذه العملية وبفتوى برأي سياسي بكلمة بالمشاركة بغيرها هو عليه أن يتحمل هذه المسؤولية هل المرجعية الدينية الآن مضطرة مجبرة على التدخل في ما يتعلق بالعملية السياسية بوجود دستور بوجود انتخابات بوجود آليات كثيرة للعمل السياسي ما الذي يضطرها لأن تتدخل في هذه العملية لماذا لا تنأى بنفسها وتترفع عن العملية السياسية التي جرت كل هذا الخراب وبالتالي أصبح يعني أصبح الرأي العام يحمل المرجعية جزء من هذه المسؤولية من هذا الخراب الذي انتهى إليه البلد وأهلا ويجب أن نفرق بين أمرين بين الحديث بالشأن العام منه السياسي وبين أنه تكون جزءا من العملية السياسية كل حديث المرجعية للأسف تحدث عن المرجعية في مرجعية النجف كل حديث هذا ومراجع أيضا أخرى بالمناسبة ليس فقط هذا كل مرجعية وكل رجل عالم ديني وغيره يكون فتواه مكرسة لهذه العملية إذن هو أصبح جزءا منها أما الحديث عن الشأن العام السياسي هذا لا يسعي فيه مشكلة لكن للأسف لا نجدهم هنا يشخصون هذا التشخيص الصحيح ولا يصدرون فتاوى لمعالجة هذا الشأن العام لأنه بما أنه هذا سبب البلاء إذن الحل مثل ما ذكر قبل قليل دكتور رفع الحل بإزالة هذا يعني حينما الطبيب يشخص المشكلة يشخص المرض إذن العلاج يكون بإزالة سبب هذا لذا هنا يعني حقيقة هنا قضية يجب أن ندركها ويدركها كثير من المتحدثين والمحللين أن المرجعية التي سندت هذه وكرست الفتاوى الدينية لترسيخ العملية السياسية وإبقاء على قدسية هؤلاء الفاسدين وبالتالي تحملهم مسؤولية ما نتج من فساد ومن ظلم وخراب للعراق هل موقفها لآن عند أتباعها خاصة من أتباع المذهب نفسه مثل ما كان سابقا أم تراجع الموقف أنا أذكر فقط أضرب فقط مثال واحد هنا أنه قبل عشر سنوات في بداية الاحتلال يعني أتذكر من غير أن نذكر أسماء كثير من المذيعين في قنوات عالمية قدموا استقاله لأنه ظهر متحدث على تلك الشاشة تلك القناة مست بطرف خفي ليس هجوما صريحا يعني ضيف تحمل فحملوا تلك القناة المسؤولية وقدموا استقاله أما اليوم بعد هذه الخمسة عشر عام نرى أتباع المذهب نفسه يسب المرجعية على ننف الشارع لذا على المرجعية على علماء الدين غيرهم أن يدركوا أنه أين أوصلهم موقفهم هذا في دعم الفاسد وفي دعم الظالم وفي دعم الذي أوصل العراق إلى هذا الخراب نعم أيضا من ملامح المربع الأول هو عملية التدخلات الخارجية سوى كانت الإقليمية أو الدولية في المشهد السياسي الذي تشكل بعد عام 2003 في العراق خاصة طبعا يعني الولايات المتحدة وإيران وفي تفاصيل أيضا ربما تفاصيل دقيقة كان هناك التدخل قبل يومين غرّد السفير البريطاني في بغداد عن أنه عقد لقاء إذا ممكن نشوف التغريدة للسفير البريطاني في بغداد أنه عقد اجتماع مع السفير الإيراني لبحث مستجدات تشكيل الحكومة القادمة في العراق هذا ما غرّد طبعا طبعا اعترضت علي الخارجية في العراق وإيضا غرّد أحد الكتب أحد المغردي العراقيين ساخرا أنه السفير بحاجة إلى إصلاح الكيبورد مع التليفون قبل أن يفكر بإصلاح الوضع المعقد في العراق دكتور هل يستطيع شركاء العملية السياسية الآن بعد 15 سنة وتجربة 4 أو 5 انتخابات أن فعلا لا يسمحوا للتدخل الخارجي والإقليمي بتشكيل الحكومة القادمة على اعتبار أنهم نضجوا أنهم شبوا عن طوق التدخلات الخارجية ويتعاهدون في كل مرة هذا العام الذي قال لن نسمح لأي كان بالتدخل في الشأن العراقي وخاصة تشكيل الحكومة تعاهدات مكررة ويوميا نسمحها ربما هم يقصدون لا نسمح بتدخل أطراف غير الأطراف التي هي تدير العراق خارجية ربما بهذا الشكل لكن يعني أنا أشكرك لأنه وضعت هذه التغريدة وهي تدل على أنه كل هذه القوى التي التي تتحكم بالعراق يعني الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا إيران كل هذه القوى تتعامل مع العراق فاقت الأهلية والقوى الداخلية تتعامل مع الشعب العراقي على أنه قاصر كيف؟ عندما ينشر السفير البريطاني يدل على وضع العراق كيف يتعاملون مع العراق وحقيقة العراق حقيقة السياسية وحقيقة المربع الأول اللي ما زال موجود به أنه ما زال فاقت الأهلية ومن يكون فاقت الأهلية يحتاج إلى رعاية أبوية مثل البيت مثل العائلة الأب هو المتحكم ويحتاج إلى رعاية أبوية والرعاية الأبوية هاي تقدم من بريطانيا وأمريكا وإيران هاي الرعاية الأبوية فالسفير البريطاني جون ويكيس يتحدث عنه والتقى بأريج مسجدية السفير الإيراني وتحدث عن طبيعة الحكومة التي يجب أن تشكل بالعراق هذا واقع العراق واقع الحال هذا نحن في المربع الأول هؤلاء من يتحكمون بشكل الحكومة بشكل البرلمان شكل القوى التي تلعب على الساحة ما هو منهاجهم ما هو مشاريعهم كيف يتحركون ما هي سياساتهم وكيف يعني يتحرك العراق بكل وفقاً للمخطط المرسوم هذه هي الحقيقة أما وزارة الخارجية ترد على هذا يعني أنا مستغربة وزارة الخارجية لأنه السفير البريطاني يوجه هكذا أنا حقيقة عندما قرأت استغربت مستغربت من استغربت لأن وزارة الخارجية توجه هكذا لأن وزير الخارجية هو يحمل الجنسية البريطانية دعم أن أي مشروع أن أي عراق عراقي للعراقيين عراق وطني يتحدثون هذه كذبة كبيرة الحقيقة العراق مملوك وفاقد الأهلية وهؤلاء من يتحكمون به وبالتالي كل هذه القوى هي التي إذا نذكر بالانتخابات الأولى عام 2005 من حدد حتى الموعد هو جورج بوش حدد موعد الانتخابات وحددوا قبله موعد الاستفتاء على الدستور هم حددوا حددوا كل القوى التي تشارك دعموا كل القوى التي تشارك وحموها وما زال نفس الوضع الآن في نفس القضية من يشكل الحكومة مندوب إيراني وهو قاسم سليماني قاسم سليماني وقريت مكروغ والأمريكي المبعوث الأمريكي الأثنين هم الذين يجتمعون مع هذه القوى ويرتبون هذا مرشحنا وهذا مرشحنا وبالتالي كل هذه القوى يجب أن تنتظر التوافق الإيراني الأمريكي التخادم الإيراني الأمريكي لتشكيل هذه الحكومة وتشكيل البرلمان يعني هل يعتقدون أنه مجرد ما قدمون رئيس برلمان يعتقدون أنه شاب وجديد وهو نتاج نفس المنظومة الخريبة التي قدمت هذا القراب يعتقدون أنه هذا تغيير وأنه هذا قرار وطني هذه اللعبة الغريبة العجيبة هذه اللعبة غريبة ما زلنا أعود وأقول نحن كل هذه الملامح نتحدث عنها كل هذه المعايير كل هذه الشروط تدل على أن العراق ما زال في المربع الأول على ذكر المربع الأول هذا الدكتور هذا التكرار الدكتور عبد الحميد العاني التكرار أو التعهد المكرر بعدم العودة إلى المربع الأول الذي جرى الخراب كما ذكر أياد علاوي الخراب على العراق والعراقين هل هو اعتراف ضمني بكارثة مرحلة التأسيس وهذه المرحلة السياسية التي أو العملية السياسية التي صممها الأمريكيون في عام 2003 هي من أسس لهذا الخراب وهو اعتراف ضمني أو خفي من الشركاء وأننا لن نعود إلى هذه المرحلة يعني أولا لأكمل ما ذكره الدكتور قبل قليل أصبح من البديهيات لدى العراقيين جميعا أن العملية السياسية هي شركة مملوكة لأمريكا وإيران وأن جميع هؤلاء هم أدوات البقية هذا أمر الأمر الآخر نحن في كل مرحلة من المراحل نسمع مثل هذه الاعترافات وبات أيضا من البديهيات أن هذه الاعترافات هي مجرد للاستهلاك الإعلامي هي أبدا لا تكون لقضية الإصلاح وإنما تأتي في إطار المناكفات بين هؤلاء الشركاء داخل العملية السياسية مناكفاتهم من أجل تنافسهم على المناصب وإلا عمليا يعني لو قارننا بين هذه الأقوال بين هذه الاعترافات بالمناسبة التدخل الإيراني ولمه هو باعترافهم أيضا هم أنفسهم لكن كل هذه الاعترافات والأقوال وهذه الشعارات البراقة وإلى آخرها حتى الشعارات الوطنية التي بات كلهم يحملونها لو قارنناها بين فعالهم لنجد أن العمل يكون بالدرجة الأساس هو الاستقتال إلى بقائهم في هذه العملية السياسية حتى بالمناسبة حتى الذي خرج بسبب ما يسمى بالانتخابات ولم يحصل على مقعد تجده لا زال مشاركا بهذه العملية لأن له مصالح وله بعض الصفقات هنا وهناك لذا خذ كله كذب في كذب وبات القول أو القضية الأولى والأخيرة لأعملهم الذي جرى الخراب على العراق وعلى العراقيين شكراً للدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين كان معنا هنا في الستوديو وشكراً أيضاً للدكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات كان معنا من واشنطن عبر الهاتف في الجزء الأول من هذه الحلقة التي بحثت في حقيقة خروج العراق من مربعه السياسي والأمني العام الأول الذي تأسس في العام 2003 نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليمدنا بخلاصة ما جرى بالنقاش في هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الذي وجد في العام 2003 سيتمسكون بهذا المربع والأسس والركاز حتى لو أفضى إلى مزيد من الخراب والتدمير للعراق ومراكمته على حصيلة الـ 15 سنة الماضية أستاذ ماجد كل الكلام نعم كل الكلام اللي قيله في هذه الطاولة كلام منطقي وعلمي ودقيق ما تحدث به دكتور أخي دكتور عبد الحميد ما تحدث به ضيفك من واشنطن دكتور عبد الوهاب ما تحدثت به حضرتك أسئلتك ما تحدثنا به كلام منطقي لا يمكن تشكيك به ولا يمكن وعلمي وواضح وواقعي لا يمكن قبول بغيره هذه واقع الحال وصف لواقع الحال بكل دقة الحقيقة هؤلاء الذين يحكمون العراق من الـ 15 سنة والـ الـ البريطانية تقول أنهم يعيدون إنتاج نفس الوجوه طوال هذه وهذه حقيقة هناك آلة تعيد إنتاج نفس الوجوه هؤلاء لا يمكن أن يعيشوا إلا في المربع الأول خروج من المربع الأول يعني نهايتهم لأن المربع الأول فيه المحاصص الطائفية والإثنية إذا خرجوا منه سينتهون هم هذه فيها حياتهم المحاصصات الطائفية المربع الأول فيه الفساد فيه الفوضى فيه القتل فيه التحجير فيه الاستيلاء فيه الادعاء فيه سيطرة الأجنبي على العراق فيه نهب الثروات فيه ضياع كرامة فيه بقاء العراق ضعيفا خروج من هذا المربع يعني القضاء عليهم لذلك هم متشبثون متمسكين تماما بهذا المربع لأنه فيه حياتهم العراق في هذا المربع من يخرج العراق من هذا المربع والشعب العراقي ليسوا هؤلاء هؤلاء سيكون متمسكين بهذا المربع لأنه في حياتهم التعويل كله على الشعب العراقي أن يستطيع أن يخرج العراق من هذا المربع المفارقة دكتور قبل يومين نختم بهذه التغريدة لوزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي قال إذا الطبقة السياسية واصلت نهجها منذ 2003 النهجي المستمر من 2003 وإلى الآن في المرحلة القادمة إذا ما علق الشعب المشانق لهذه الطبقة فالشعب لا لوم عليه هو واحد منهم الحقيقة أشكرا جزيلا نفتر شكرا